من هو المتورط الرئيسي في قضية اللاعب البحريني حكيم العريبي؟ هذا السؤال يرجعنا بالذكرة إلى أول من عرف على المستوى الدولي بالمسؤول عن تعذيب الرياضيين المعارضين في البحرين منذ العام 2011 وهو نجل ملك البحرين ناصر بن حمد الخليفة المشهد ذاته يتكرر اليوم في قضية حكيم العريبي اللاجئ إلى أستراليا ولكن على يد أحد أعضاء الأسرة الحاكمة الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وهنا لا يسعنا القول إلا أن سلمان بن إبراهيم الخليفة وناصر بن حمد الخليفة وجهان لعملة واحدة في توروتهم بتعذيب الرياضيين المعارضين هناك قواسم مشتركة بين هاتين الشخصيتين فناصر بن حمد هو بشهادة الرموز والنشطاء أنه هو من قام بتعذيبهم بشكل مباشر أبضان فترة حقبة السلامة اللاوطنية وأيضا هذه الشخصية عرفت بالدكتاتورية وعرفت بالغرور الغرور الذي هو من شأه المنطق القبلي الاستبدادي الدكتاتوري وسلمان أيضا هو أحد المشاركين في انتهاكات النشطاء من اللاعبين وفي أبضان فترة السلامة اللاوطنية صحيفة الجاردين البريطانية أكدت أن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم رفض الرد على الأسئلة التي طرحتها عليه الصحيفة في أستراليا حول الإجراء الذي اتخذه الاتحاد لدعم لعليبي وما إذا كان رئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة متورطا في القضية سلمان آل خليفة هو شخص باعتباره مسؤول في مؤسسة دولية ومن مسؤولياتها الدفاع اللاعبين والالتزام بالجوانب الأخلاقية والمهنية والالتزامات الأدبية تجاه حقوق الإنسان بالرغم من هذه المناشدات التي أطلقت لم نرى منه أي حراك لم يكن له أي دور وكانت صحيفة الجاردين قد نشرت مقالا في الخامس عشر من ديسمبر الفائت أعلنت فيه موقف منظمتي ADHRB وبرد من تسليم لعب كرة القدم حكيم العريبي إلى البحرين إذ قالت المنظمتان بأن تسليمه سيشكل إبعادا غير قانوني وانتهاكا لالتزامات تايلاند القانونية والدولية بالرغم من التزام هذه المنظمات وبحرفيتها تجاه هذا الحراك إلا أنه يعني لسنا متفائلين جدا من خلال نجاح هذه القضية على أقصد بمستوى أنه لم يسلم لأن هناك واضح تواطئ بين السلطات التايلاندية والنظام البحريني لعل كل المعطيات والدلائل والمناشدات الدولية والحقوقية المطالبة بإطلاق صراح حكيم العريبي تشير إلى تورط الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في الانتهاكات التي تعرض لها وأنه سيسعى لترحيله إلى البحرين ليواجه أشد أصناف التعذيب كما الرياضيين المعارضين الذين عذبوا على يد نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة ترجمة نانسي قنقر